الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعرف رمضان هو أيام معدودات أيام معدودات فتنا نصف شهر رمضان ونهار ثلاثة إن شاء الله نستقبل العشر الأواخر من شهر رمضان العشر الأواخر طبعا الثلث الأخير من شهر رمضان اللي هما الزبدة متاع رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الأيامات هذه ويجتهد فيها ما لا يجتهد في الأيام العادية وحتى في أيام رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث لسيدة عائشة تقول كان النبي إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مأزره وأحيى ليلة كان يقوم الليل كان يجتهد في الصدقات كان يجتهد في العبادة وكان يجتهد في الدعاء خاصة واختل لي خاصة أن العشر الأواخر هذه ميزها ربي سبحانه وتعالى بليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان يعني العشر الأواخر هذو ما اللي جاييننا ويبدأوا إن شاء الله نار ثلاثة ممكن ليلة منهم والأكثر هما الليالي الوترية تكون فيهم ليلة القدر ليلة القدر اللي هي طبعا خير من ألف شهر كما قال ربي سبحانه وتعالى وهي ليلة عندها قدر يعني ذات قدر عندها قيمة ليلة عظيمة خير من ألف شهر اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة رحمة ليلة مغفرة ليلة سلام ليلة استجابة للدعاء على ذلك السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واختله قالت للنبي عليه الصلاة والسلام قتله يا رسول الله أرأيت أن وفقت ليلة القدر ماذا أقول يعني شنو نقول إذا كان أنا وفقت ليلة القدر قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا هو دعاء ليلة القدر وإحنا إن شاء الله وإحنا نركزه على قيمة العفو والتسامح إن شاء الله بين الناس أنا أقول الآن فرصة كبيرة العاشرة الأواخر هذه فرصة باش نسامحوا بعضنا واللي يظلم يرجع المظلمة للي يظلموا واللي تظلم يحتسب ذلك حتى عند ربي سبحانه وتعالى وفرصة باش نصفيه قلوبنا علش؟ أحنا جاينا عيد زيادة والعاشرة الأواخر هذه ديما تحذرنا لك العيد اللي هو يوم الجائزة فمن نجم ربي سبحانه وتعالى يعفو عننا ويغفرنا ويسمحنا إلا ما نسابحه معظنا خطر من صفات ربي سبحانه وتعالى هو العفو وشوف الدعامة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني عفو يعني صفة مبالغة في العفو وربي سبحانه وتعالى تحدث في أكثر من آية وفي أكثر من موضع على قيمة العفو ربي سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين شكونوا من المتقين الذين ينفقون في السراء والذراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عطانا دروس كبيرة مواقف كبيرة في العفو في فتح مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فتح مكة كان في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم سامح الناس اللي اعتددت عليه والناس اللي ظلمتوا وفكت أرزاق المسلمين وخرجت المسلمين من ديارهم ورغم هذاك قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء قيمة العفو النبي صلى الله عليه وسلم اذكر مرة اضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له الصحابة يعني إيش نول لي ما يضحكك يا رسول الله قال تبين لي موقف متعزوز أخوة متخاسمين اليوم العائلات متاعنا والله تشتكي هذه قطيعة الرحم وهالضغاين هذه على أدفل أسباب فرصة باش نقوله للتوينسة اليوم باش يتصالح ونبدأوا بعائلاتنا نبدأوا بكل أخوة اللي عندهم سنين ما يتكلموش الخو وأخته يعني عائلاتنا عنا مشاكل كبيرة في الحاجات هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا فما زوس أخوة يجيوا قدام ربي سبحانه وتعالى باش يقفوا للحساب فيجين مظلوم الخوه اللي ظلموا يقولوا يا ربي خذ لي مظلمتي من أخيه يعني شوف الناس اليوم اللي تقول منيش مسامحوا حتى قدام ربي والله يرأي كلمة صعيبة هذه احنا الدنيا هذه مرومة نجم ربي سمحنا إلا ما نسامحوا بعضنا من هنا يعني ومن حاسب نفسه يعني ساهل علي الحساب يوم القيام يقولوا يا ربي خذ لي حقي من خوية يقولوا طيب يعني خذ مظلمتك من أخيه فياخذ ربي سبحانه وتعالى من حسنات الظالم فيسأل المظلوم يقولوا اخذيت حقك يعني اخذيت المظلمة متاعك يقولوا لا مزلت ما اخذيتش حقي فيتكلم الظالم يقولوا يا ربي يرأي اخذي لي حسناتي الكل فيقولوا ايش نوى العمل خذ من أوزاري وضح علي يعني خذ من السيئات متاعي كلكذب متاعي والنميمة وكذا وزيد ثقلهم عليه فحتى لين يقولوا رذيت رذيت انتهى فربي سبحانه وتعالى اللي هو الغفور اللي هو الرحيم اللي هو العفو اللي هو اللي سامح اللي يتجاوز يقول العبد المظلوم يقولوا ارفع رأسك وشوف شفما فيراه يعني قصور ما شاء الله ذهب وملك عظيم فالمظلوم يقول يا ربي لأي نبي الملك هذا في الجنة لأي صديق لأي شهيد لشكون يقولوا لك انت لك انت يقولوا لي اين يا ربي يقولوا لا بشرط انك تدفع المهر تدفع الثمن يقولوا شنوى الثمن يا ربي شنوى المهر يقولوا عفوك عن اخيك تسامح اخوك قلوا يا ربي لقد عفوت عنه يعني سمحته مقابل الملك هذا اللي بش ناخذه فربي سبحانه وتعالى يقولوا خذ بيدي اخيك وادخل الجنة يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي اذكر الواقع هذه قال يا ايها الناس يعني اصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيام فاحسن للنسان يبادر بالصلح من الان ويصفي قلبه ويكتشوفه في الايام تمشي والعمر قاعد يمشي ان شاء الله نلقاه ربي هو رضي علينا ان شاء الله نلقاه ربي هو مسامحنا باش نجمه نمنعه ان شاء الله وكونوا ندخل الجنة بغير حساب اهل العفو اهل العفو واهل الصبر واهل التسامح يدخل الجنة بغير حساب